لاحظة المادية تفاو خمس مسجهين من فريق الرجاء البيضاوي طريقهم المراكش بغينا نعرفو كيفاش تلقيتو هاد الخبر كل متى بدا المباراة أولا كان بغني نقدم أحارة شعازي لائلت ديالهم والله يرحموا موسى عليهم كان نحمد الله ونسكره أنني ما كنتش متواجد في هذه المقابلة لحصول ديال على 40 درس لكن كنظرم بأن جميع اللاعبين اتطروا بذلك الخبر سيما وأن التصريح الأخير بعد مقابلة ديال محسنية جورد كرباد الوفيات كانت شمنى ان شاء الله كفانة من التشاغب ونخليوا هذه الصورة الزوينة اللي بدا تشدر على الكوران المغربية والصحوة ديال هج ما عندكم مباراة قمة ضد اتحاد تنجابغي نعرفو واش غد يكون الحسم ديال البطولة لا كنظرم بأن مقابلة غديش كون مهمة ولكن ما كنظرم بأنها غديش كون حاسمة بخصوص الدرع ديال البطولة غديش كون مقابلة صعبة كنظرنا كنظرم بأن الحلاوة ديال المقابلة فقدنا شيئا ما منها بخصوص بعدم حضور جماعير اليوم كنشوفو أن الكوران المغربية غادف واحد اللي هو جلي ومشرف كنشمنى أن هذه المقابلة كو كانت بحضور جماعير كان غديش تزيد تشرف الكوران المغربية اليوم غدي لعبوا مقابلة أمام تحاد تنجاب بدون جموع ولكن هذا ما يعنيش بخصوصا بالنسبة لنا أننا كلاعبين فارق الرجاء ما يعنيش لنا شيء حاجة اللي هي غريبة والفناء أننا اللعبوا بلا جموع مقابلة غدي ندخل إن شاء الله أننا مركزين وباش نحقوه في المهم لوشلة نيقة مفاتحة لهذه المباراة؟ مفاتحة لهذه المباراة كان ضمن بأنه عند غياب جموع المفتاح الأول كي بقاوة تركيز تيلة المقابلة تسنوني لوسات مارس إن شاء الله في برنامج 100% وسود على موقع لوطر واسونس واسونة اشتركوا في القناة مفاتحة شكرا